بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الأذى هذه الكلمة التي طالما سمعناها وتقشعر منها الأبدان وترتعد منها الفرائس فما هو الأذى وما حقيقته وهل يؤذي العبد نفسه وكيف يؤذي العبد نفسه وكيف يؤذي العبد العبدة وهل يؤذي العبد الرب أم لا هل الإذاء يصل لله سبحانه وتعالى هل مجرد إضاعة الأوامر والنواهي إذاء لله سبحانه وتعالى أم تفريط في حق الشريعة الإسلامية الأذى منتشر كثير بين الأمة الإسلامية لماذا ولم نجده كثيرا في مجتمع الصحابة هل لتخلين عن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء أم أن الأذى طبيعة مركبة فينا هل لنا للمؤذي أن يتخلص من صفته الذميمة وصفته السيئة وهي الأذى ليحل مكانها صفة حسنة أم لا الأذى ما له وما عليه حلقة جديدة ببرنامج دينا قيما أهلا بكم شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة ببرنامج دينا قيما نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين تبتين العدلين أصحاب المعال والفضيلة فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابولسي وفضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم في حلقة جديدة ودينا قيما بارك الله بكم ونفع بكم بارك الله فيك ربنا يرضى عيكم نحيي الأناقة ما شاء الله يعني النقين كالمعتاد لا ترى العين الجميلة إلا كل جميلة بارك الله فيكم نتعلم منكم دائما ماذا تحبان أن يكون موضوع الحوار في هذه الحلقة يعني ممكن نأخذ بعض السلبيات نعم جميل أنه الإيجابيات بقابل السلبيات من سوء الخلق يعني الإيجابيات نأخذ بها والسلبيات تتجنبها عظيم اقتراح جميل جميل طب ماذا من السلبيات نأخذ إذن إن الذين يؤذون الله ورسوله الله هو أكبر هي أول سلبية الأذى 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 لماذا نأخذ الأذى الشيخ مدفع الأذى لأن طعم الأذى مؤلم قد لا يستشعره المؤذي ولكن يستشعره المؤذة الواقع عليه الأذى تمام وقد يعني يقتنع إنسان لجبروته مؤقتا أو لمكانته مؤقتا أنه يستطيع أن يؤذي فلا يؤذى ولكن هذا إنسان جاهل بحقائق الأمور وجاهل بسنن الزمن تمام إذن الأذى نوضح هذه الحلقة معا إذا قلنا هل يستطيع العبد أن يؤذي الرب ممكن كيف الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن ونعم بالله صحيح لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوالد يقابل هذا الفرح لو إنسان أفسد علاقة عبد مع ربه نعم كأن الذي فعل هذا يؤذي ربه بها المعنى تمام أفسد علاقة عبد مع ربه روج شبهة روج سلوكا منحرفا تمام يسامق الرب والعهد بالله لأنه يؤذي الله سبحانه وتعالى فكيف نسمحه؟ سبحانه وتعالى العظيم أكبر المؤذين في التاريخ أو من أكبر المؤذين في التاريخ رؤساء جامعات الأذى في العالم في التاريخ كان فرعون هل ما جامعات الأذى؟ فهذا الإنسان رغم ما كان لماذا فرعون تحديدا من قصة يعني فرعون كرمز لهذا الجبروت الذي نسي أن الله قد أعطاه ملكا وأعطاه تملكا وأعطاه جانا النمرود ألم يكن هكذا؟ يعني ده مثال مثال إخوته في الشر التواصلوا به يعني سبحان الله ففرعون هذا إن فرعون على في الأرض أولا هو الأهبل معذرة عز أخبون الله والمشاهدين يعني هذا مجنون رسمي أو غير عاقد لأن لا إنسان يعلو في الأرض فالأرض ليست مكانا للعلوم سليم فهو على إلى أسفل يعني على في تسفهله تمام على دنيا على أعلى دنيا فهو سبحان الله هذا هو الأمر الأمر الثاني رغم علو فساده كانت له حاشية عجيبة جدا من الإذاء ولكنهم كانوا أكثر ديمقراطية من حاشيات كثير من فراحنة الصغار في العصر المتتالي بعد ذلك يعني فماذا تنظرون يعني إذن بيستشير قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين الله دناس مع الرأي والأرأي آخر إذن في مساحة دعم في مساحة ذروني أخط الموسى إذن برضو يستشير سبحان الله فهذا الإنسان الذي أذى أو أذى بناء على رؤية بناء على حلم أنه في واحد طفل من بني إسرائيل هاجي يأخذ ملكك سليم أو يزيحك من الملك فيصدر قرار بأن يقتل كل ذكر من بني إسرائيل ويؤذي كل هذه البيوت هذا نوع من الأذى لكن لكن الله عز وجل يعني يعني عندما يكون الإنسان بعين الله دعم لا شبحان الله العظيم يعني يعني طفولة موسى وضعفها لم تغرقه في اليم وجبروت فرعون وجنوده لم تنقذه من اليم سليم تمام رائع فالذي يؤذي يعني يتصور أنه يستطيع أن يمس إنسانا بضرر ولذلك الرسول يثبت ابن عباس ويثبتنا صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء يعني الهروق بشيء لم يكتبه الله لك لا يضر خلاص بأنته ليه لأن النافع الضار يعني الصفاتين متشائمين نعم متراصقتين هو رب العباد سبحانه وتعالى فالذي يؤذي فرعون ظن أنه يؤذي بني إسرائي وجاء سبحان الله العظيم ربحاون رداه في ثعبانهم لكنه كان يؤذي بالفعل هو في أدى يستضعف طائفة منهم يعني عظيم وبعدين وبعدين يعني هو يقول هذا ولكن لسان القدر يقول شيئا غير هذا يعني يا فرعون لن يتربى موسى إلا تحت لعياتك وفي قصرك وهو الذي سوف يزيل ملكك يعني لم ينفعهم ما ذهب إليه وعملوا في الحياة الدنيا واشترح السيئات من أن يمنع قضاء الله سبحانه وتعالى وقدر له المؤذي وإن كان عملاقا فهو قزم لا يسوي شيء أمام إرادة الله سبحانه وتعالى شف شف الطغاة يا ولدي لهم طفولة بائسة الطغاة لهم طفولة بائسة وهم يعيشون في طفولة عقلية حتى يموتوا داخل دائرة طغيانية جميل هذه المقولة شكرا لأستاذ دكتور محمد راتب بن عبد السبب بارك اللو فيك الأذى إذا كان صورة من صور منع العبد عن عبادة رب سبحانه وتعالى صورة تؤدي الله سبحانه وتعالى هل هناك إنسان يؤذي الأنبياء ويؤذي المرسلين؟ الحقيقة في مقولة التوحيدية مهمة جدا بالخمس قارات من آدم اليوم القيامة كل شيء وقع أراده الله كلمة أراده لا تعني أنه أمر به ولا رضي به لكن سمح به لحكمة بالغة بالغة فهذه الحكمة عرفها من عرفها وجهيلها من جهيلها لأنه لو أن الله أسلم العبد إلى غيره لا يستحق أن تعبده قال تعالى إليه يرجع الأمر الجنس أي أمر كله توكيد الآن قال لك فاعبده متى أمر أن تعبده بعد أن طمأنك إليه يرجع الأمر كله فاعبده فالطغاة لا يتحركون إلا أن يسمح الله لهم في حدود خطة إلهية قد تستوعب خطة الله خطة واحد طاغية الطاغية تحرك وفق خطة مرسومة له بحيث أنه يكون عمله في النهاية يؤدي إلى عكس ما أراد الطاغية تمام ودائما الآن يعني ما في عملية قمع للدين إلا يقوي الدين أنا أقول هذه الكلمة الذي أراد أن يقمع الدين كمن يطفئ النار بالزيت الذي أراد أن يقمع الدين كمن يريد أن يطفئ النار بالزيت وأنا أطمئن الأمة لأنني لازم يبقى مطمئنين للناس طبيعي هذا الدور هذا الضرب الخطير والمتتاري في العقود الأخيرة على أمة الإسلام وعلى المسلمين دليل على أن جسد الأمة ما زال يتمتع بالحياة الكاملة ولو كان جسد الأمة ميتا لما ضرب أحد ميتا أبدا فالذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين هؤلاء لا يؤذون إلا أنفسهم لماذا؟ لأن الأذى يقوي سبحان الله جانب المؤمن فيلجأ إلى رب العبادة عز وجل عندما تستشعر أن نخرص لا أحد لك ينصرك في هذا الكون فإلى أين تلجأ؟ إلى الله سبحانه وتعالى لا ملجأ من الله إلا إليك ولذلك لما قال رب العباد ففروا إلى الله الإنسان لا يفر إلا من شيء يخافه صحيح لكن أن تفر إلى الله عز وجل تفر من كل شيء إلى رب العبادة الذي يملك كل شيء فالذين يؤذونك سبحان الله هؤلاء ناس سبحانه وتعالى أنظر إليهم أنهم كما قال أستاذنا هم صوت الله الذي يسلطه على عباده فيربيهم ويهذبهم ويكفر سيئاتهم ونفع درجاتهم ويعيدهم إليهم وسبحانه وتعالى كلها خير لا شيء إلا الخير أبو الوزبول أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير الله هو أكبر باخيرة عملاقة كبيرة جدا نعم طبعا تتجه نحو الغرب راكب على هذه الباخرة أراد أن يتحداها فمشى على سطحها نحو الشرق وهو مع البخيرة أيضا لا يصيب دوار وما أتعب الله نفسه أود أن أسأل فضط لك دخط أستاذنا الدكتور محمد راتب ببارك الله وفك عن أنواع وصور الأذى كيف تراها من مرصدك الخاصة التكذيب رسل أذى تمام الله عز وجل رحمة بعباده أرسل لهم رسل سليم لألا يظنوا أن هذا العمل من تلقائهم شهد لهم أنهم رسله عن طريق المعجزات فما في نبي جاء إلا مع معجزة والمعجزة شهادة الله له أنه رسوله تمام ونبيه نعم إلا أن النبي الكريم عليه أتم صلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين نعم كتابه خاتم الكتب الرسالة خاتمة الرسالات بعثته خاتمة البعثات نعم مدام ولكل البشرية جمعاء للناس كافة فلا بد من أن تكون المعجزة المعجزة لها طابع مستمر ولم تكون مستمرة إلا أن تكون علمية لذلك فيه بالقرآن ألف وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون والحياة هذه الآيات كلما تطور العلم اكتشف أن هذه الآية سبقت العلم بألف أربعائمائة سنة تمام يعني مثلا إذاء الرسول تكذيبه دعوته مثلا أرسلت مركبة فضائية إلى الفضاء الخارجي نعم أبولو 8 رائد الفضاء في أثناء الرحلة صاحب على صوته لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا ما الذي حصل تجاوزت المركبة طبقة الهواء فانعدم انتثار الضوء فصار الجو مظلما مظلما هاي حادثة وقعت نعم قبل عشرين سنة نفتح الانترنت نشوف الحادثة تمام نفتح القرآن قبل ألف وأربعمائة عام ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون تطابق آية قرآنية نزلت قبل ألف وأربعمائة عام مع حدث حديث يؤكد قطعا أن هذا القرآن كلام الله أو أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن نعم في من هالقبيل ألف وثلاث ميت آية تمام شيخنا كنت عسر ببادئين وفضلتك تعسر فضلك عن صور الإذاء المجتمعي إذاء النص بعضهم وبعض كيف ترى ونموذج منه ناخذ بالحرب أولا صورة من صور الإذاء الحقيقة للإنسان نفسه عندما يعني يحجن شرائع الله عز وجل في هوا عنده يعني أن تختزل آيات القرآن في جزء تعبود العبادات في القرآن عشر ومئة آية تمام والأخلاق في القرآن ألف وخمسمية واربعة آية ربع القرآن تمام قرآن ستة رابطين ستة رابطين ستة رابطين ألف وخمسمية واربعة أخلاق مئة وعشرة عبادات فإذا قمت أنا جدلا بالمئة وعشرة وعطلت الالف وخمسمية واربعة إذن أنا قد آذيت المسلمين الله سبحان الله هذا أمر الأمر الثاني الأمر الثاني ألا يبيت مسلم أو غير مسلم باكيا أو ضارعا إلى الله عز وجل من فرط أذاك كان هذا المسلم أو غير المسلم يعني زوجة جار عامل أي شيء سبحان الله العظيم فالذي يؤذي سبحان الله العظيم يجب عليه أن يعلم أنه سوف ينام وهو ظالم ومؤذي ورب العباد عينه لا تنام ولا مبلا فيقتص منه وهو لا يدري أو يدخل في مرحلة المؤذي يدخل في مرحلة استدراج الله يعطيه ويظن أنه بهذا إن رب العباد راضي عنه يؤذي الناس ولا يجد ثمرة سبحان الله العظيم وأكبر ثمرة لهذا الإيذاء أن يصير في عداد المؤذين سليم سليم شاهدنا الدكتورة بن أبنسي بارك الله فعلى مستوى الأسرة الأب والأم والابن كيف يؤذي بعضهم بعضها والله الأب حينما يطعم أولاده نعم ويكسوهم ويرسلهم للمدارس جاء في الأثر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت نعم هو يطعمهم من يعول يسقيهم الذي يعوله يرعى شؤونهم نعم يبعسهم إلى المدارس لكن ماهتم بإيمانهم ولا بدينهم ولا بصلاتهم هذا أذى هذا أذى أكبر أذى هذا طب الزوجة كيف تؤذي زوجها وابنها حينما تطيعه في معصي تؤذي؟ نعم أو تنشر أخباره على الهواء لصديقاتها وأمها وأهلها والعقص ولا من قبل الدردشة؟ لا شوف الدردشة والفطفضة صورة من الصور الغيبة والنميمة لكن نحن ننمق الكلمات هذا نوع من الأذى إن من أكبر الخيانات عند الله أيوة خيانات هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها أو أن تسر المرأة إلى زوجها حديثا ويصبح ليحدث بها جلساء فيصبح هذا البيت بيت العنكبو أخبره على الهواء سبحان الله ولذلك امرأة نوح وامرأة لوط ماذا كانت تصنعها؟ كانوا يخرجوا أسرار إذن عرف قوم لوط أن فيه ضيوف عنده سبحان الله من الخيانة فخانتهما أي أخرجت أسرار بيت الزوجية سبحان الله ولذلك في مجال المجتمع لما تجد في مكتب موظفين وموظفات والناس كأنهم محارب مع بعض وكأنه عقد عليهم ابن عباس وشهد على العقد ابن عمر وتصير محرمية مع الزميل وزان يعرف أسرارها وتعرف أسرارها يعرض أن نتق الله ولا نؤذي الإنسان يجب أن لا يوقع الأذى بنفسه فيضيح حسناته ولا يوقع الأذى على الغير فيضيح عليه جميل كيف يؤذي لابنه أبه وأمه يعني هو الأب والأم لهم رعاية كبيرة للإبن نعم كل طموحهم أن يكون هذا الإبن بار بوالديه نعم هذا جزاء التربية صحيح والبذل والتضحية فإذا خيب هذا الإبن ظن والديهما نعم وقع بأذى كبير جدا يعني إنسان أرسل إلى بلد غريب لينال الدكتورة ناله واتزوج وأطع أهله نعم والده بذله كل ما بيملك حتى أخذ دكتورة هذا إيذاء كبير جدا تمام إذا شغلنا دكتور أمر نختم بهذا السؤال تلك الحلقة هناك العبد يؤذي الرب والعبد يؤذي الملائكة والأنبياء والعبد يؤذي أباه وأمه وكذلك الأب والأم الكل يؤذي هل واقع الأمر أن الأذى يطال الله والأنبياء والمرسلين أم الذي يؤذي إنما يؤذي نفسه فقط لا الله سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى هو الجبار والقحار والخالق لكن الأذى يقع على شرع الله عز وجل عندما يكلف الإنسان بالانتظام داخل أو تحت مظلة هذا الشرع فهو يعري نفسه ليكون إنسانا متدنيا يتسفل سبحان الله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هو فهذا هو الذي أذى نفسه هو لا يستطيع أن يؤذي إلى رب العباد ولا للأنبياء ولا سبحان الله العظيم ولذلك حتى يعني رئيس قسم الإذاء إبليس هذا 24 ساعة شهر في الأذى تمام هذا معمل الأذى سبحان الله يعني يسوي للحسن البصري كله ما تصدع مع الشيطان يا بصري خرام الشيطان الشيطان المجنن العالم كله قال أطيع فما نفع وعصي فما ضر رائع جميل إذن كلمة أخيرة شيخنا الدكتورات من أبوالسي باركالوفيك نواجهوها لكل من ناله أذى أو طاله أذى ماذا تقول له وتقول له للمؤذي ماذا والله نقول للمؤذي أن يكف عن إذائه وإلا هناك عقاب شديد له من الله نقول للذي أوذي أي وحد وأن يرى أن هذا الذي سمح الله به لحكمة بالغة عرفها أو لم يعرفها الله أكبر فما تعلمتي العبيد أفضل من التوحيد جميل أنا أقول متى يعني إذا ترحلنا عن الناس حنوا إلينا وإذا متنا ترحموا علينا بعدم الإذاء إذا لم نؤذهم إن رحلنا عنهم يعني حنوا إلى لقائنا وإذا توفانا رب العباد ونحن لم نؤذيهم ترحموا علينا وقالوا رحم الله فلانا بارك الله فيكم وإحسن إليكم خلال رحمة وإذا كنت ناركوكم في الحق القديمة بإذن الله شاهدين الكرام وفي النهاية تبقى كلمة نجملها في قول الشعر حينما قال ألا والله إن الظلم دين وما ذال الظلوم هو الملوم لا ديان يوم الدين ننضي وعند الله تجتمع الخصوم نشكر حضرتكم ونبسكم الجمال نشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين أصحاب المعالوة الفضيلة فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النبولسي وفضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شكرا لكم ورحمة الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ألوان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم